سائل خير عليكم متابعوا زوار في الجولد.com في لايف جديد هنتكلم فيه عن قضية الساعة مباراة الزمالك والترجي في السوبر الافريقي يوم 14 فبرار اللي جاي واللغط الكتير والكلام الكتير اللي بتقال حواليها وكمان هنتكلم عن اخر استعدادات الاهلي لمباراة الهلال السوداني المصرية في جولة السادسة من دور مجموعات الدوري ابطال افريقيا انا فادي اشرف ويسعدني استقبال كل استفساراتكم واسئلتكم عن الملفين هنتكلم فيهم النهاردة وكمان سوق الانتقالات المحلي والعالمي ونقرأ كل الكومنس ونشوف اراءكم واسئلتكم اول حاجة ملف السوبر الافريقي اللي فيه لغط كتير جدا الاتحاد الافريقي ابرم اتفاقية تصطيف بمجابها دولة قطر المباراة اللي بتقام بين بطل دوري ابطال الافريقيا وبطل الكونفيدرالية لمدة 3 سنين مقبلة اولها السوبر اللي هيقام يوم 14 فبراير المقبل طبعا كل الناس عارفة ان فيه مشاكل سياسية بين القاهرة والدوحى وبالتالي رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور اعلن فاكتر من مناسبة انه رافض خوض الزمالك للمباراة في قطر حصلت بعض التطورات في اليومين اللي فاتوا اول حاجة قيل ان كاف امهل الزمالك امهله ان هو يبعث القايمة الخاصة بالمباراة والمهلة اخرها كانت يوم 31 يناير حسب التقريرين اللي نزلوا تقريرين مختلفين الحقيقة تواصلنا مع مصدر في الاتحاد الافريكو الكرة القدم وقال لنا ان مفيش مهلل ارسال للقايمة لكن هي عبارة عن الكاف بيستعجل سواء الزمالك او الطراج ان هما يرسلوا اسماء اللاعبين واسماء البعثة المرافقة ديهم علشان يتسنى للكاف ان هو يستخرج التأشيرات للناس دي طبعا كل ما بتتأخر في ارسال القايمة دي طبعا عملية تسخارك التأشيرات ممكن تبقى اصعب ممكن تلاقي لعيب غايبة عنك لانه ما حصلش على التأشير وطبعا ده شيء اكيد ما حدش عايزه يحصل بالتالي اللي حصل النهار ده ان الزمالك ارسل القايمة المشاركة في المباراة والبعثة الى الكاف هل ده معناه ان الزمالك وافق على لعم المباراة في قطر الحقيقة لا لان حسب تصرحاته مستشار مرتضى منصور معنا في الجول مبارح قال ان هيرسل مذكرة للمحكمة الرياضية الدولية يثبت فيها حق النادي في طلبه نقل المباراة من قطر بسبب مشاكل السياسية الموجودة ما بين القاهرة والدوحة كما اوضحنا بالتالي ده اللي حصل النهار ده وبعد ما ارسل الزمالك القايمة اوضح من خلال مصدر داخل النادي لهم ارسلوا تلك المذكرة لمحكمة الرياضية الدولية برضو خلينا نتكلم في اختصاصات المحكمة الرياضية الدولية المحكمة الرياضية الدولية زي ما كلنا عارفين هي عبارة عن مرحلة استقناف بعد ما بتخلص لو مثلا بتتقاضى عند كاف بعد كاف تتقاضى عند فيفا و بعد كاف تتقاضى في المحكمة الرياضية الدولية هي اخر مرحلة استقناف بالتالي اللي عمله زمالك هو اثبات حق ان هو طلب تغيير مكان المباراة وطبعا تغيير مكان المباراة شيء مستبعد جدا في ظل الاتفاقات اللي حصلت من بين كاف والجانب القطري بالتالي هل نقدر نقول في اللحظة الحالية وحنا نتكلم النهاردة يوم 30 يناير ان الزمالك وافق على لعب المباراة في قطر لا الحقيقة ان الزمالك اعلن ان هيكون في مؤتمر صحفي يوم الحد او الاتنين اللي جايين لأعلن الموقف النهائي وكذا عضوا من اعضاء مجلز زرات نايد الزمالك طبعا على رأسهم احمد مرتضى منصور اكد ان نية اللعبة في قطر لسه مش موجودة لكن في الاحداث اللي دي بتبقى دايما النصيح ان احنا نستنى ونشوف وما نصدقش اي حاجة بتتقال غير له من مصدر موسق ومصدر واضح للخبر فبالتالي لغاية دلوقتي يعني مثلا النهاردة كان فيه تقرير صحفي بيقول ان الزمالك اعتذر عن عدم خوض المباراة طبعا اعتذر الزمالك عن عدم خوض المباراة وانسحابه منها يقدي للعقوبات وخيمة منها حرمان الزمالك من المشاركة في البطولات الافريقية لتلات نسخ مقبلة وده اكيد جمهور ناتذر مالك وجمهور مصر كله مش هيكون حابب ان هو يحصل بالتالي اتحاد الكورة النهاردة كان مجبر ان هو ينزل نافي للقصة دي وقال ان اللي حصل ان الزمالك ارسل ليه خطاب طبعا عشان يرسله الكاف عشان الزمالك ما فيحش يرسل الكاف المشاركة لازم يرسله من خلال الاتحاد الاهلي اللي هو الاتحاد المصر لكورة القدم وقال فيه ان فيه رؤية من جانب ناتذر زمالك ان فيه خوف على حياة بعض اللاعبين او حياة اللاعبين او سلامة البعثة في قطر وارسل معاه بعض السكرينشوتس يعني البوس واخبار بتؤكد على هذا الزعم من قبل ادارة ناتذر زمالك اتحاد الكورة نفى طلب الزمالك او يعني اعتذار الزمالك عن عدم خودة المباراة بالتالي الموضوع لسه متداول ومجرد ارسال الزمالك للقايمة مش معناه انه وافق على لعب المباراة في قطر وان كان ده الاقرب للحدوث في النهاية لان كل المؤشرات متقول ان صعب جدا الزمالك يحرم من المشاركة الافريقية لمدة ثلاث مواصم مقبلة بسبب امر هو لا يملك في يديه منه اي شيء خلينا برضو ناخد شوية كومنتز اراء الناس في قصة السوبر الافريقي قبل ما نتكلم كمان عن استعدادة الاهلي للمباراة المصيرية امام الاهلي السوداني اللي بيتحتم فيها على الاهلي انه ما يخسرش من اجل التأهل للمرحلة المقبلة دور التمانية من دوري ابطال افريقيا الناس بتتكلم برضو يعني برضو المؤكد ان مجرد ارسال الزمالك للقايمة الزمالك على فكرة مصدر من الزمالك يعني قال في الجول دوت كوم النهاردة قال ان مجرد ارسال القايمة جاء لان الخطاب اللي مرسل من الكاف مش وارد فيه مكان المباراة طبعا ده بيبقى نوع من ايه اللي هو من دور على الثغرة القانونية يعني من جانب ادارة ندي الزمالك فممكن نصبر واكيد الخبر البين يعني والخبر الحقيقي من ادارة ندي الزمالك هيظهر مع مطلع لسبوع المقبل سواء يوم الحد او يوم الاتنين الناس بتتكلم على فيه كومنت بس ظهر قدامي بعد كده اختفى اه انترنت عملها معنا احمد ريان بيقول لنا الزمالك هلعب السوبر في الاخر وجهة نظر محترمة وغالبا ده اللي هيحصل في النهاية لان في النهاية الامر فعلا مش في ايد نادي الزمالك او هي مشكلة الزمالك مش مسؤول عنها بشكل او باخر علشان يدفع تمانها يعني وتدفع من تمانها عقوبة كبيرة جدا عبدالله محمد عثمان بيسألنا الزمالك ارسل ولا لو بتتكلم على القايمة فأه الزمالك فعلا ارسل القايمة رقوف عبدالله بيقول الزمالك هيلعب هيلعب اه جوز كبير من كلامك على قد ما هو يعني نوع من المقولة اللي هي يعني بتقدر تقول انها مباشرة جدا لكن بشكل كبير اه طبعا الزمالك مضطر انه يلعب المباراة بسبب تفادي العقوبات اللي مش هتكون كويسة على الزمالك مصطفى ربيع بيقول من رأيي ان الكلام ده هيضيع تركيز اللعيبة شيء وارد لكن لعبت الزمالك لعيبة كبيرة ولعيبة تلعب في المنتخبات ولعيبة عندها القدرة على فصل نفسها بين الاداريات والفنيات في الملعب ومعه مدرب يقدر يعمل القصة دي برضو توقعاتك لمباراة الترجي نفسها الحقيقة طبعا ما نقدرش نتكلم عن مباراة قبل اقامتها باسبوعين ووجهة النظر في النافع لكن نشوفه من فريق الترجي انه هو فريق قوي جدا فريق بيسيطر على الكورة فريق فريق بمعنى بلذي من الكالك هي كورة فريق ناشف صعب جدا ان انت تسجل في مرمى هدف وصعب جدا انك تدافع ضده لكن الزمالك يقدر بالعناصر الخبيرة اللي عنده والعناصر الشابة اللي صعدة بسرعة الصاروخ زي مصطفى محمد مطشط دي بتبقى جول وقفل عليه يعني او مطشط دي ما بتتلعبش مطشط دي بتكسبها محمد ابو ياسين بيسألنا هو بالفعل الاهل والزمالك العامو مطشين وراء بعض اه المفروض لغاية دلوقتي ان الزمالك والاهل هي العامو مباراة يوم 20 فبراير سوبر في مدينة ابو ظبي الاماراتية ثم يعودان للقاهرة لمواجهة يوم 24 فبراير في استاد القاهرة في مسابقة الدوري الكومنس بتروح وتيجي فبسبب مشكلة في الاتصال مع الانترنت يعني معظم الكلام بيقول ان الزمالك هيلعب المباراة وده الارجح زي ما قلنا احمد البنة بيسألنا عن فرص الاهلي في صعود وخليني ااخد من كلام احمد واخش فيه الملف التاني اللي معانا النهاردة وهو مباراة الاهلي والهلال في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدور قطال افرق الحقيقة الاهلي فيه موقف لو تكلمت فيه رقمان فهو موقف جيد الاهلي حصد 10 نقط من الخمس جولات الماضية وهو كان رقم في السنوات السابقة معناه التأهل لكن ده ما حصلش بسبب ظروف مجموعة الهلال كسب النجم في تونس وبعد كده النجم كسب الهلال في السودان والاهلي طبعا ازادت سينابلة على نفسه بتعادل مع بلاتينم في زنبابوي اصبح على الاهلي دي عدم يعني عدم الخسارة في السودان تعني تأهله للدور المقبل لكن عدم الخسارة معناه تأهل في المركز الثاني الفوز في السودان يعني التأهل في المركز الاول الاهلي لو صعدت في المركز الثاني ممكن يلاعب مين هيلاعب يا اما مازنبي يا اما سانداونز او الوداد على حسب ما تصفر عنه الجولة الاخيرة مين فيهم هتصدر مجموعته او اطراج التونس هي فرق قوية جدا ويما متصدرين لمجموعتهم في دور الابطال بالتالي اكيد تبقى موريات صعبات طبعا تصدر المجموعة قد تضمن لي مواجهة اقل شدة ولكنها تظل طبعا مجهات قوية جدا ممكن لها فرق قوي زي الرجاء المغربي ممكن مواجهة كلاسيكية في الدربي ضد الزمالك ممكن يلاعب طبعا ممكن الوداد او سانداون زي ما قلنا مجموعتهم لسه مش محسومة بالتالي فرصة الاهلي في الصعود هي تفادي الخسارة في ام درمان رضا فوزي محمد بيقول ان هو اهلاوي ان هو زملكاوي من عشرين سنة ويتمنى فوز الاهلي ويقول ممكن تقول اسمي اديني يقول تواي رضا حاجة التانية المهمة يعني اهم قرار النهاردة في الاهلي كان استبعاد احمد الشيخ من القائمة المسافرة الى ام درمان القائمة طبعا البعثة اللي بيرقصها كابتر محمود الخطيب رئيس النادي وكان الشيخ كانت هحصل له خطة في التمرين لكنها ما كانتش مؤسرة وراجل يكمل التمرين وتم استبعاده من القائمة طبعا القائمة المسافرة فيها واحد وعشرين لها بعظم العناصر الاساسية طبعا ربطان صبحي مش موجود لكن محمد الشناوي موجود رغم الاصابة اللي تعرض لها في ماتش بلاتينوم اللي فات وكذلك محمد مجدي افشة بعد الاستبعاد الفني في مباراة بلاتينوم في القاهرة مباراة النجمة السحيلي في القاهرة عفوا جاهز للمشاركة بدون اي مشاكل كلام كتير الاهلي القطة اللي هيلعب بيها طبعا كلام كله مش واضح لان الفريق لسه ما تمرنش التمرينة الاخيرة ليه لكن ريني فييلر كان بعض الناس بتاخد عليه انه هو لسه مش خبير في الملعب الافريقية لسه مفيش الثقة اللي ممكن الاهلي يلعب بيها خارج الديار ومعظم مباراة الاهلي خارج الديار بيبقى فيها نوع من عدم الاتزان خصوصا في الربع ساعة الاول فبالتالي معظم الناس بتتكلم ان الربع ساعة الاولاني هو اللي هيكون حاسم في مواجهة الاهلي والهلال ومن المهم ان لو الاهلي يستقبل هدف يقدر يتماسك ما يحصلش فيه سيناريو شفناه في السنين اللي فاتت كتير انه هو اول ما بيستقبل هدف خارج الديار ممكن الدنيا تفرض شوية لكن عناصر الاهلي زي عناصر الزمال قادرين على تخطي الصعوبات في مطش الهلال من ضغط جماهيري من فريق برضو بينافس عشان يصعد زي وزي الاهلي بالزبط من استفزازات ممكن تحصل من حاجات بتحصل من الحكام احيانا لازم الخبرات هنا اللي تلعب دور لعيبة زي احمد فتحي زي واليد سليمان شايفوا كتير جدا في البطولات الافريقية وعندهم من الخبرات ما يسمح ليهم بالسيطرة على زميلهم ولم الفرقة والكلام ده كله احمد هارون بيتمنى التوفيق للزمالك في السوبر الافريقي والسوبر المصري والاهلي وجمهور يرجعوا منصورين من السودان محمد الشرابي بيقول لنا صالح جمعة اخباره ايه صالح جمعة لغاية دلوقتي ما فيش اي عروض رسمية حتى اللحظة لخروجه معارنة من الاهلي ده ده الامر الاهلي بيرحبه الاهلي مراحب جدا من خروجه صالح جمعة معارنة وبالتالي حتى لو استمر صالح جمعة مع الفريق لما بعد شهر يناير لو لم يتلقى عرض مناسب بشكل كبير جدا مش هيكون في خطط رينيفايلر لبقية الموسم احمد عمر بيقول ان لو ركزنا هنلاقي ان الاهلي لو كان كسب بلاتينوم برضو كان يبقى محتاج نتيجة ايجابية في ملعب الهلال وده حقيقي فعلا مجموعة ملخبطة جدا حتى الاهلي لو كان حصل على نقطة يعني كان كسب بلاتينوم في زنبابوي وبقى معاه 12 نقطة كان هيبقى محتاج برضو انهم يخسرش في سودانيا لكن الحزبة كانت تبقى قلل لان التعادل كان معناه برضو صدارة المجموعة ابو اسلام بيقول انحنا بنحب الكورة الحلوة ده الرجولي لكن احنا عايزين اللعابة يلعبوا بروح الفانيلا الحمر مينا مجدي بيسألنا زمالك يقدر يكسب الترجي تكلمنا في النقطة دي يا مينا طبعا زمالك يقدر يكسب الترجي لانها مباراة كورة من 90 دقيقة من 11 لعيب و11 لعيب اه الترجي قوي جدا السنة دي لكن زمالك عنده من الخبرات وعنده من اللعيبة اللي يقدروا يعملوا مشاكل لفريق الترجي في النهاية الترجي لسه مقبلش اي فريق كبير في دوري ابطال افريقيا وفي تونس هو مسيطر تماما على الدوري الزمالك يقدر يفاجئ الترجي اه طبعا يقدر يفاجئ الترجي وهي مباراة 50-50 بين طرفين كل واحد فيهم وصل نهائي البطولة الاندية لو بيشارك فيها الترجي في دوري الابطال والزمالك في الكونفيدرالية بالتالي هي مباراة بين بطل وبطل والزمالك طبعا طبعا يقدر يعمل مشاكل للترجي مروان ابراهيم توقعاتك من يقود هجوم الاهلي امام الهلال الحل الطبيعي اللي ممكن فايلر يرجال ايه هو مروان محسن اللي قدم له مباريات على المستوى المقمول في الفترة اللي فات هل ممكن يدفع بقاليو باجي اه فيه اهتمام كبير جدا بقاليو باجي في التمرين طبعا هو الصفقة اللي اختارها ريني فييلر بعد مدولات عديدة ممكن جدا يبقى بدايته الحقيقة في مباراة الهلال لو فايلر عنده رأي ده شفنا من باجي كده اللي هو لا محاد بسيطة العيب طويل جدا يقدر يستلم كورا عالية وينزلها ويلعب على الارض فلعيب عنده مقومات واضحة وممكن الاهلي يستفيد بها في مباراة الهلال ممكن الحل التالت الحل التالت هو جونيور اجاي اللعيب اللي بينزل بيعامل محطة لعب بيساعد في بولنا اللعب في نص الملعب وفي نفس الوقت بيقدر يخترق منطقة الجزاء في الوقت اللازم وقدام الجول في المباراة الكبيرة يعني الاهلي لو قلنا ان هو لعب مباراتين كبار ضد خصمين كبار السنة دي ضد النجمة السحلي في القاهرة وضد الزمالك في السوبر الافريقي قاد جاية قدام الجول في الماتشين كان مؤثر جدا احمد مسعود بيسألنا خلاص السوبر في قطر اخر كلام طبعا تم الاعلان عن الموضوع ده من شهر تقريبا وقطر هتصنظيف السوبر الافريقي لمدة ثلاث نسخ مقبلة يعني النسخة اللي هي تجمع بين الزمالك والترجي والنسخة اللي بعدها والنسخة اللي بعدها اسلام شعبان الاهلي عنده مشاكل في الدفاع ممكن نقول كده اه الاهلي في مشاكل في الدفاع باقتلاف ambi الدفاع اللي بيلعبو اه بيبقى في مشاكل في الدفاعهم ومشاكل في التماركس لكن المشكلة الاكبر بتكون في التركيز وافتقد التركيز في اللحظات قليلة بس يتبقى مؤثرة جدا الدور المقبل في دورة ابطالة أفريقية قراء طبعا بتبقى قراء هتقام يوم 5 فبراير المقبل الأوائل والتواني بمعنى الأوائل هياخدوا تواني مجموعات والمبارات الزهاب تلعب في ملعب تاني مجموعة وتقام مبارات الاياب في ملعب أولى مجموعة وما ينفعش فريقين في نفس المجموعة يقعوا مع بعض لكن ينفع فريقين من نفس البلد يلعبوا بعض بشكل طبيعي هل الزمالك سوف يحضر ياخد المبارات هنا في الدوحة برضو ده الموضوع الكبير اللي احنا نتكلم فيه أغلب الظن وأغلب الشك آه الزمالك هيسافر قطر للعب المباراة لكنه أرسل مذكرة للمحكمة ده الدولية زي ما قلنا لحفظ حقه وطلبه بنقل المباراة وهو الأمر الصعب حاليا أخبار أخبار الآلي تكلمنا فيها أخبار أظهره إيه؟ أظهره النهاردة شارك لأول مرة مع الاتفاق السعودي وحصل على انظار لدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء وتكلم أن الجمهور يعني جمهور الاتفاق دعمه في أول ظهور له مع الفريق صلاح محسن اللي قابل النهاردة مع سموحة وقدم أداء مقبول مقاراة أنه كان غايب عن ملاعب بقاله كتير وساهم يعني افتعاده للفريق مع الاتحاد السكندري وصعوده للمركز التاسع قدام طبعا بيلعبه فريق قوي جدا في المركز الخامس ويقدم موسم هايل الاتحاد السكندري إسلام يسري الأهلي ممكن يقابل زمالك أربع مرات الموسم ده وممكن أكتر لأن احنا منتكلم أن الشهر اللي جاي ده بس الأهلي هيلعب زمالك مراتين يوم 20 فبراير في السوبر ويوم 24 فبراير في الدوري ولو الأهلي صعد في المركز الأول والزمالك زي ما هو صعد في المركز التاني من مجموعته ممكن قرع الدور الأططال توقحهم في وش بعض غير طبعا عندنا مباراة دور تاني في الدوري وممكن يتقابلوا في كاس مصر بالتالي ممكن يبقى موسم مليء بالدربيات السنة أبو ليلى بيسأل عن الأهلي في احتمال الأهلي يقع مع الزمالك أو سانداونز في احتمال طبعا الزمالك يقع مع سانداونز لو سانداونز تصدر مجموعته على حساب الوداد وفي طبعا احتمالية أن الأهلي يقابلوا طبعا لو صعد في المركز التاني كذلك وكذلك لكن مقابلة الزمالك بالنسبة للأهلي تتطلب تصدر الأهلي للمجموعة نفس الكلام يعني مفيش أي أسئلة جديدة معظمة عن فرص الأهلي وعن توجه الزمالك لللعب في الدوحة علشان نلخص اللي قلناه الخطوة اللي قام بها الزمالك النهاردة بإرسال القيمة ليست معناها موافقته على اللعب في قطر وإن كان ده أغلب الظن اللي هيحصل تفاديا للعقوبات اللي ممكن تتحط على النادي وفي نفس الوقت إذا مالك أرسل مذكرة للمحكمة الرئيسية الدولية بيثبت فيها حقه وطلبه نقل الموراة نظرا للمشاكل ما بين القاهرة والدوحة في نفس الوقت الزمالك راسل اتحاد الكرة اللي يراسل الاتحاد الأفريق والكرة القدم يثبت فيها نفس الحق مرفق في بعض السكرينشوت أو الصور للأخبار ومنشرات المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا عن بعض المقاطر التي قد تصيب باستة زمالك في قطر على حسب زعم مسؤولي الزمالك في نفس الوقت الأهلي وصل منذ قليل إلى السودان الشقيق لمواجهة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدورة أطلق إفريقيا القايمة شهدت ظهور 21 لعب ليس من ضمنهم رمضان صبحي أو أحمد الشيخ الأهلي هيستعد هتمرن بكرة قبل المباراة يوم السبت البعثة برئاسة رئيسي النادي كابتن محمود الخطيب لسه لغاية دلوقتي مش ظهر أي حاجة عن التشكيل أو نية فيلر اللعب بكذا أو كذا لأن التبرين الأخير هو ده اللي بيوضح معظم الكلام ده لكن ده المنتظر وزي ما قلنا تصدر الأهلي المجموع بيتطلب ده عشان يحصل ده يتطلب فوز الأهلي على الهلال السوداني في السودان وتعادله يعني تأهله في المركز الثاني خسارته من الهلال السوداني في السودان تعني بشكل كبير جدا خروجه من دور المجموعات لدورة أطلق إفريقيا على شرط فوز النجم السحلي على بلاتنم في تونس وده شيء طبعا متوقع جدا أنه يحصل طوني مفدي برضو خلينا ناخد شرط أسئلة قبل ما نقفل طوني مفدي بيسألنا في رأيك ممكن بجي يقدى قدام الهلال ممكن جدا هل الجمهير السودانية هتشكل خطورة عقيم اللعابي الأهلي الحقيقة يعني السودان هم أهلنا وأشققنا وناس شعب طبعا طيب وشعب جار وشعب صديق أستبعد جدا أن يحصل أي مشكلة من الجمهور السوداني على سلامة اللعابي الأهلي وهم طبعا أكيد هشجعوا فريقهم في الحد المسموح وهيشكلوا وعمل ضغط كبير جدا على الأهلي في الملعب وده حقهم تماما تماما دور التمانية بالقرع آه يا فندم إسلام شعبان دور التمانية هيكون بالقرع ما بين أوائل المجموعات وتواني المجموعات حمادا مخروص طمنا على حمد فتحي حمد فتحي أجرى جراحة بتاعة الغضروف وحالينا هو في مرحلة التأهيل الموعد المبدئي لعودة حمد فتحي للتدريبات الجمعية للأهلي هتكون في شهر مايو بالتالي تقدر تقول يعني بقلب متطمن لكن حزين إن حمد فتحي موسمه مع الأهلي شبه منتهي أخبار إصابات الأهلي كريم ندفد على أعتاب العودة رمضان صبحي على أعتاب العودة حمد فتحي زي ما قلنا لحد مايو اللي ياي زيه زي محمد محمود على الأموم بنشكركم شكرا جزيلا على الأسئلة وعلى متابعتكم لللايف من فيلجولد.com أنا فادي أشرف وأتمنى أن أكون معاكم في وقت جاي في أحداث ربما أقل السخونة وأكثر سعادة على جمهور الكورة المصرية شكرا لكم سماري شكرا لكم